تحية لكم مشاهدين الكرام اليوم سنتجول مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي تأتيكم ضمن فقراء صداء رياضة سنتوقف أيضا مع أجواء بطولة الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الثالثة والعشرين وتحديدا مع مشوار منتخبنا العراقي وحول هذا الأمر سينضم معنا في ستوديو صداء رياضة أحد الكفاءات التدريبية العراقية سيكون متواجدا ومحللا فنيا للوقوف والتحاور حول المشاركة العراقية في البطولة إذن مشاهدين أهلا بكم بالحلقة الأولى في العام الجديد نتمنى فيه للجميع الخير والازدهار والموفقية أدام الله عليكم نعمة الإيمان والأمن والأمان لهذا العام وكل الأعوام بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج خليكم وياله موسيقى جمهورنا الرياضي نجدد الترحب بكم وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص لا تذهبوا بعيدا خليكم وياله موسيقى دخل هيثم بعيوي المدير الفني لمنتخب العراق لكرة الصالات في معايشة تدريبية بنادي برشلونة الإسباني تتضمن شرح منهج برشلونة في التدريب قبل وبعد المباريات إلى جانب شرح العملي للخطط التي تطبق داخل أرض الملعب وضمن منافسات الجولات الحادية والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز بكرة القدم فريق كريستل بولاس يضع حد لمسلسل انتصارات ضيفه منشيستر سيتي المتصدر عند ثمانية عشر مباراة على التوالي بإرغامه على تعادل سلبيك وفي الستي أيضا جيسوتس البرازيل لم يتمالك نفسه من الحزن والبكاء لعدم قدرته استكمال مباراة فريقه منشيستر سيتي أمام كريستل بولاس بسبب إصابة تعرض لها وعند الجاري لدود مانشستر يونايتد مدرب الفريق جوزي مورينيو يؤكد غياب المهاجم زلطان براهيموفيتش لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة ولم يكن براهيموفيتش ضمن التشكيل التي تعادلت بدون أهداف مع ساوث هامتن وهو التعادل الثالث على التوالي ليونايتد والنجم المصري محمد صلاح يقود فريقه ليفربول للفوز على ضيفي لستر سيتي بهدفين لهدف فيما فازت شيلسي على ضيفي ستوك سيتي بنتيجة خمسة أهداف للا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب ستانفورد بريج وفريق أرسنال يكتفي بالعودة من نقطة واحدة بعد تعادله إيجابيا أمام ضيفيه ووست بروميتش بهدف واحد لكل الفريقين وبهذا التعادل ظل أرسنال خامسا برصيد ثمان وثلاثين نقطة فيما أنهى ووست بروميتش السنة الماضية في المركز ما قبل الأخير برصيد ستة عشرة نقطة مشاهدين انطلقت مؤخرا في بغداد الانتخابات الخاصة بالاتحادات المركزية التابعة للجنة البارالامبية الوطنية العراقية والبالغة أربعة عشر اتحادا وقد تواجدت عدسة صداء رياضة في المركز المخصص لإقامة الانتخابات وأجرينا لقاءا مع رئيس اللجنة البارالامبية العراقية الدكتور عقيل حميد وسألناه عن الأسس الحقيقية التي وضعتها اللجنة البارالامبية العراقية لإقامة الانتخابات وكيف تم تحديد مدة الانتخابات وهل واجهتكم مشاكل أو اعتراضات أثناء سير الانتخابات وهل توصلتم إلى حلول ترضي الجميع وأيضا سألناه بشأن الأزمة المالية التي تمر بها اللجنة البارالامبية العراقية وهل تم إطلاق الميزانية الخاصة بكم أيضا تواصلنا في الحوار وسألناه ما هي خطط البارالامبية للمرحلة المقبلة الدكتور عقيل حميد وهذا التوضيح نتابع بدأت الانتخابات عام 2013 وستمرت لغاية الشهر الثالث 2014 الانتخابات لذلك نشوف الدورة الانتخابية أربع سنوات كاملة ما بيها أي نقص من 2012 لغاية اليوم 2017 في أربع سنوات أي من 2017 لنتعرف راح تستمر الانتخابات لغاية 2018 يوم عشرين بالشهر فرح تدخل نفس الفترة اللي خلصت بها انتخابات السابقة هي 2018 اللي راح تجري انتخابات المكتب التنفيذي لأننا نحسب على المكتب التنفيذي الأربع سنوات الاتحالات أربع سنوات اللي جانب الفرعية أربع سنوات كانت متوافقة ولكل راضية لأننا نتعرف احنا قاعد نمشي على قانون 65 2017 لذلك تشوف طبقنا القانون بشكل سليم بدون أي تغيير به قانون اللي اجى من مجلس الوزراء اللي كان كله احنا ومجلس شورة الدولة دققنا وكان سليم ما بأي شي من وصل للمجلس الوزراء صار بيه تغييرات أربع فقرات الأربع فقرات احنا ما اننا يد بها مجلس الرفعة من لجنة الرياضة والشباب للبرلمان وصادقه عليها احنا بعد الانتخابات ان شاء الله رح نرفحها ورح نطلب تعديلها اللي هي أولا الفقرة اللي مكتوبة النواب بكالوريوس احنا ما ذاكريها الأمين العام بكالوريوس وهذه رياضة معاقين مو أعلى من مجلس النواب مجلس النواب اللي هو أعلى جهة بالبلد اللي شرع القوانين هو خريج أعدادية هذه الفقرة الأولى وبعض الفقرات البسيطة يعني اللي هي ما تتعلق بالانتخابات تتعلق بالجانب الإداري والمالي رح نطلب تعديلها مثلا القانون يقول 11 شخص لازم يكون كسر احنا بالقانون حاطين 11 صارت 10 أشخاص للمكتب التنفيذي رح نطلب تعديلها بعض الفقرات البسيطة بس هذه الفقرات بعد الانتخابات رح نعدلها للأسف يعني للأسف ما تعرف الطريقة اللي تدار بيها الأمور المالية وهي وزارة المالية يعني انت من تجي على نادي العقد الرياضي عقد واحد يعني أنا طلعت على بعض العقود يعني في نادي القوة الجوية لاعب واحد اللي هو على عبد الزهرة ستمائة مليون العقد مالته 14 اتحاد تطيق انت تسعمائة وخمسين مليون وتقول له روح انت اجري انتخاباتك واجري بطولاتك واجري معسكراتك وبطولاتك الداخلية وبطولاتك الخارجية ومعداتك وأدواتك ب14 اتحاد و15 لجنة فرعية بتسعمائة وخمسين اعتقد هذا مو منصف احنا اللي قررنا مليارين احنا استلمنا تسعمائة وخمسين لغاية اليوم وانحجبت من عندنا مليار وخمسين رغم انه هذي المليارين هي ما تسد اربع اتحادات او خمس اتحادات بالاكثر ست اتحادات لكن للأسف المؤسسات الناجحة يحاولوني يعني ما عدا عرف اكو اياني خفية انه تفشل هاي المؤسسات الناجحة انا مو دفاعا عن المؤسسة اقول ناجحة لكن انجازات هي اللي تبين على المستوى الاولمبي اذا كان على المستوى العالمي احنا مستوى الاولمبي هذه السنة الفاتت اللي هي اولمبيات ريو احنا خمسة او سيمة تنذهبية وثلاثة فضلية اعتقد هاي انجازات كبيرة بالنسبة للعراق ما وجدنا اي حلول حاولنا ونعشدنا وما وصلنا النتيجة الخطط اللي واضعيها هي اعداد جاكارتا لعام 2018 الشهر الثامن تعرف اسياد اسيا هي المحطة الثانية بعد الاولمبيات يعني هي بموازات الاولمبيات احنا دائما نعدلها بشكل سليم وبشكل مبكر لكن اذا ظلت الميزانية بهالطريقة هذه رح نكون بمأزق كبير يمكن صاحب علينا ننفذ او نشارك في اسياد اسيا اذا الميزانية بقت بهذا الوضع رح ننسحب حتى من اسياد اسيا والسبب انه احنا ما نقدر ندخل بطولة وبعديا نخسر بيها ونكون تحت اللائمة ورح يجينا شخص يقول لك انجازاتكم نزلت ما رح يعرف انه احنا ما عندنا اي اعداد يمكن اشتركنا باسياد اسيا للشباب بمبالغ من اللاعبين نفسهم جمهورنا الرياضي دعونا الان نتابع اهدافا مختلفة لمباريات المنتخبات المشاركة في بطولة كاس الخليج في نسختها الثالثة والعشرين وهذه الاهداف المختارة ضمن مرحلة المجموعات للبطولة خلنا نتابع هل تستغل الكرة ترسل العمام عالية الله بجمال دجلة والفرات وبعلاقة بابل ومعلقاتها لا تخسر انت يا العراق حبت كريز حبت كريز المنتخب العراقي تصويبه ثاني لا 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 الله عليك يا ولد الله عليك يا ولد فرقت كل البلد علي فايز في اللقطة الأخيرة هو الفايز بتصويبه من 38 يرضى حطها برقليه وكأنه حططها بينه مرة أخرى منتخب قطر يبدأ المحاولة الأولى جول جول من وهل العنابي من وهل من بادري الكرة من بادري مطوحة للمدافعين لمساولة الكرة من المعارمة الله لبريكي لبركة لبريكي دخل بالبركة وسجل لديه لأتي لأتقدم لليعلن عن عودة الكوامر تكون ما بين حميد القلاف وكانه كانوا بوق عمان تتقدم أولえ ما زالت ما التمرة بتعود في الجهة اليمين فرصة قائمة عرضية وتبعد العراق الله الله بعد هذه الأهداف الجميلة والرائعة والمهمة نتمنى إن شاء الله تتعزز هذه الأهداف بأهداف أخرى لمنتخبنا العراقي في بقية مشواره بالبطولة طبعا مشاهدين سنتوقف مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية الخاصة بأجواء بطولة الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الثالثة والعشرين تحديدا مع مشوار منتخبنا العراقي في البطولة حول ذلك ينضم معنا في استوديو صدر رياضة الكابتن القدير ثائر جسام بالتأكيد أحد الكفاءات التدريبية العراقية فأهلا وسهلا بك في صدر رياضة أهلا وسهلا سيد بلال يا مرحبا بك منور كابتن حياك الله الله يسلمك كابتن جميع المحاور ستكون ضمن أجواء بطولة الخليج الثلاثة والعشرين بالتأكيد النصيب الأكبر سيكون لمنتخبنا ولكن بالبداية من ناحية التنظيم كيف وجدت تنظيم البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدون شك مثل ما يعرف الجميع أنه الكويت كان معاقب من قبل الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية وبعد أن رفع هذا الحظر عنه قدر بفترة قياسية أن ينظم بطولة الخليج وهذا أكيد شيء يحسب إليه خلال فترة يعني مدة قصيرة أنه ينظم بطولة مثل بطولة الخليج لحد هذه اللحظة شاهدنا أنه الأمور كلها تسير بشكل منظم وبشكل مرتب والأمور ماشية يعني على قدم وساق وهذا حقيقة ندل على شيء ندل على كفاءة الإداري الكويتي في مثل هيجي بطولات فيما يتعلق في بطولة الخليج تعرف فيها تقسمت إلى مجموعتين المجموعة الأولى التي كانت تضم السعودية والكويت وعمان والإمارات المجموعة الثانية كانت تضم العراق وقطر واليمن والبحرين يعني نوعا ما مجموعتنا بيها نوع من السهولة خلافا للمجموعة الأولى لكون أنه إذا حسبنا الإحصائيات أنه الفريق اليمني ما قدر أنه يفوز ولا على فريق واحد وما قدر أنه يأخذ نقطة واحدة في حين المجموعة التي كانت تضم السعودية وبقية الفرق كل الفرق قدرت أن يعني واحد يوقف الآخر وقدر يأخذ نقطة باعتبار أنه مجموعتنا كانت متألفة ومو من أربع فرق وكأنه متألفة من ثلاث فرق لأن كل الفرق فازت على الفريق اليمني وهذا حقيقة صف في صالح المنتخب العراقي طيب كابتن من الناحية الفنية بشكل عام يعني كيف وجدت مستويات المنتخبات الأخرى يعني خلي أقدر أقول لك يعني هل هناك فريق جذب انتباهك فريق وجدته بدأ يعني يظهر بصورة مختلفة وجدته بدأ يتصاعد بالأداء وبالمستوى العام يعني من استعرض الفرق كانت هناك بدايات قوية لقسم الفرق في حين بدايات أخرى كانت نوعا ما متعثرة ولكنه شكلت بالتالي تصاعد يعني من استعرض الفريق السعودي بدأ بداية قوية بفوز على الفريق المنظم الفريق الكويتي بعدين تلاها بتعادل ومن ثم خسارة فكانت بداية قوية من ثم تراجع بعدين تراجع قوي ولذلك خرج من البطولة بالنسبة للفريق العراقي بدأ بداية نوعا ما متلكية بتعادلة مع البحرين والكل كان متوقع أنه الفريق العراقي يعني في أول ظهور في أول مباراة كان ممكن أنه يحقق أول انتصار لكنه ما قدر أنه يفوز على الفريق البحريني لكنه بدأ يتعافل في المباراة الثانية بفوز والفوز الثالث على اليمن أنطى دافع وحافظ أنه يلعب المباراة إن شاء الله شبه النهائية مع الإمارات إذن كابتن سيكون محوارنا التالي مع منتخبنا العراقي والمنتخب البحريني في مستهل مشوار المنتخبين بالتأكيد لدي تفاصيل عن هذا اللقاء بعد ذلك سأعود لتكملة الحوار معك اسمح لي للحظات مشاهدين بالتأكيد سنكون مع منتخبنا في مستهل مشواره بالبطولة في هذا اللقاء نجى منتخبنا العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني بعد تعادله بهدف واحد لكل الفريقين في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات وظل التعادل السلبي قائما حتى جاءت الدقيقة الثامنة وسبعون ليفتتح جمال راشد التشجيل للبحرين لكن البديل مهند عبد الرحيم خطف هدف التعادل للعراق في الدقيقة الثامنة وثمانين ليحصد كلا الفريقين نقطة واحدة في المجموعة وبالتأكيد في هذا اللقاء ازدادت الإثارة في المباراة خلال اللحظات الأخيرة غير أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي كابتن أهلا بك من جديد من ناحية الفنية كيف وجدت المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني طبعا بدون شك اللي يشاهد المباراة يعني مباراة حقيقة لم ترتقي إلى المستوى اللي يكون الكل يطمح إلى مشاهدته لكون أنه الفريق العراقي كل المباراة اللي خافها سواء تصفيات كأس العالم أو حتى المباراة الوديا اللي خافها كان يلعب بأسلوب أربعة اثنين ثلاثة واحد هذه المباراة تفاجئنا بأسلوب أربعة ثلاثة ثلاثة وأيضا بنوعية لاعبين مختلفة نوعا ما خصوصا في الجانب الهجومي لذلك ما قدر يشكل الفريق العراقي لا من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية الشكل المطلوب لمنتخب مثل منتخب العراق لذلك ضاعت هوية الفريق العراقي خصوصا في الشوط الأول يعني تعتقد الكابتن باسم قاسم لم يكن موفقا في اختيار الأسلوب الأمثل؟ هو اجتهد لكنه اجتهاد لم يكن موفق خصوصا بالشوط الأول الشوط الثاني تدارك الوضع ورجع للأسلوب المعتاد عليه فتحسن الأداء نوعا ما لكنه بشكل متأخر كان يفترض أنه يستغل للتسعين دقيقة وليس للخمسة واربعين دقيقة طيب يعني خلينا بهذا الموضوع المهم اليوم الاسلوب أربعة ثلاثة ثلاثة مثل ما تفضلت اسلوب جديد على فكر اللاعب العراقي على منتخبنا باعتقادك يعني بحاجة إلى وقت أطول طبعا لكي يستوعب اللاعب العراقي أو يعني في إعداد مدة أطول حتى يطبق بالشكل السريم بالضبط يعني سيد بلال أنت من تعود اللاعبين على اسلوب جديد أول شيء تحتاج إلى وقت ثاني شيء إلى مباريات حتى يخضمون هذا الاسلوب وهذا التكتيك بما أنه الفريق العراقي لم يمتلك لا الوقت ولا المباراة التجربية فمن الصعب أنه يتأغلم على اسلوب جديد في فترة قياسية وهذا مؤثر علي سلبا في هذه المباراة كانت مهاجمين يعني مجازفة إضافة إلى هذا اللاعب 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 مهند علي يعني لعب شاب صغير من الصعب أنه يزج في مباراة افتتاحية في بطولة مثل بطولة الخليل كان ممكن أستغله في الشوط الثاني آخر ربع ساعة آخر عشرين دقائق لاعب هو جيد لاعب خامة جيدة لكنه كبداية لمثل هيج لاعب في مثل هيج مبارا أنا أشوفها صعب علي لذلك يعني ما كان موافق إلى درجة كبيرة وبالتالي تم تبديله فعلى هالأساس رجع الكابتن باسم إلى الاسلوب المعتاد عليه لأنه كل اللاعبين هاضمين هذا الاسلوب ومتعودين عليه فمثل ما قلت لك الأداء تحسن لكنه متأخر يعني ما قدر أنه يخدم المنزل فعلا يعني وجدنا يعني لاعبين تائهين بالضبط الخطوط يعني متباعدة متباعدة بالتأكيد هذا الاسلوب هو مو سيء الأربعة ثلاثة ثلاثة ولكن إلى حسابات أخرى طبعا الحسابات صارت لنا بالنسبة لنا بالشوط الأول سلبية على حساب الخطوط الأخرى على الظاهرين على الإسناد للأمام هي ماكو طريقة بالعالم يعني سيئة أو جيدة يعني بالعالم يعتمدون بالدرجة الأساس على إمكانيات اللاعبين فإذا عندك إمكانيات اللاعبين ممكن أنه تختار الطريقة المناسبة لللعب سواء أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة أثنين أربعة خمسة واحد أو حتى ثلاثة خمسة ثلاثة أي طريقة تخدمك بنوعية لعبين ممكن أن تستغلها حتى ننهي الحوار عن مباراتنا الأولى كابتن نستطيع القول أن المبارات ضغط عليها يعني حسابات تكتيكية حسابات فدنية يعني أنا أقصد هنا كون هي المبارات الافتتاحية والمبارات الافتتاحية إلى حسابات أخرى كما تعلم طبعا بدون شك يعني حسابات البطولة تختلف بشكل كبير لكون أنه أنت رح تلعب ثلاث مبارات فوزك في المبارات الأولى رح ينطيك حافز ودافع أنه تكمل بقية المشوار لكن لا سمح الله أي تعثر أو أي خسارة في مثل هيش مبارات رح تخليك تحت الضغط وممكن أنه المبارات الثانية تخسر وتبعد من البطولة لذلك دائما ينظر إلى المبارات الأولى في أي بطولة أنه هي مفتاح للصعود للدور الثاني فعلى الأساس كل الطموحات والأمنيات أنه الفريق العراقي يحسن من المبارات الأولى حتى المبارات الثانية والثالثة تكون أسحل بكثير من المبارات الأولى نقف مع المبارات الثانية مع المنتخب القطري ولكن أيضا سأقرأ بعض التفاصيل هذا اللقاء بعد هذا اللقاء سنكمل الحوار عنهم اسمح لي كابتن لحظات بالتأكيد مشاهدين الكرام الآن وقفة مع مبارات منتخبنا المهمة كانت أمام المنتخب القطري الشقيق ضمن الجولة الثانية للبطولة في هذه المواجهة كان المنتخب القطري بحاجة إلى الفوز أو التعادل ليتصدر المجموعة الثانية بينما يحتاج المنتخب العراقي للفوز للحفاظ على آماله وقد تمكن سود الرافدين من حسم نتيجة اللقاء لصالحهم بهدفين مقابل هدف في البداية نجح المنتخب القطري في افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب المعز علي عبدالله في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة فيما عادل علي فائز النتيجة لسود الرافدين يعني بطريقة رائعة من ركلة حرة بعيدة المدى قبل انتهاء الشوط الأول في الشوط الثاني انتزع البديل الناجح علي حصني الفوز للعراق في الدقيقة الخامسة وستين من زمن المباراة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف كابتن لقاء القطر يعني لقاء مهم اتى فريق القطري من فوز في مباراةه الاولى بنتيجة كبيرة بعربعة اهداف فريق شبابي يريد ان يثبت وجوده بالتالي جاء بمعلميات كبيرة الاسلوب النتيجة للمباراة الاولى المنتخب العراقي لربما يعني دخل باجواء غير تلك الاجواء التي دخل فيها المنتخب القطري بالتالي يعني انتقاله مهمة جدا من المنتخب العراقي كيف وجدت هذا اللقاء يعني المباراة الثانية ضغوط الفريق العراقي كانت اصعب من ضغوط الفريق القطري لكون انه الفريق القطري كان جاي من المباراة تفايز بيها باربعة اهداف مع نوياتها عالية يعني عندها ثلاث نقاط نوعا ما تشكل ارتياح كبير بالنسبة له فكان في هذه المباراة الحسابات هي اما الفوز او التعاذل لكنه الفريق العراقي في هذه المباراة يحتاج الى الفوز فقط حتى يعيد توازنه ومن ثم ممكن انه ينتقل للدور الثاني فبداية المباراة ما كان الفريق العراقي في وضع طبيعي بدليل انه ارتكبنا بعض الاخطاء وصار علينا هدف لكن سرعان ما الفريق العراقي اتدارك هذه الامور وقدر انه يعيد وضعها بشكل سريع والهدف اللي سجل علي فائز في نهاية الشوطة الاول يعني غير كل الحسابات فعلا ساهمت في عودتنا بالضبط الفريق من تنتهي الشوطة الاول خسران غير من ينتهي متعادل فلذلك هذا الفوز يعني انت دافع وحافز الفريق للشوطة الثاني وبنفس الوقت رجع الفريق العراقي الى توازنة والى وضع الطبيعي فمن بداية الشوطة الثاني نزل الفريق العراقي وهو كان عازم انه يحقق الفوز وهذا ما تحقق بالنسبة له من خلال اللاعب علي حسني وقدر انه يشكل ضغط كبير لانه هي اساسا هذه المباراة كانت مفتوحة يعني ما بيها تكتلات دفاعية الفريقين بعد انه تعادلوا اصبح الفريق القطري يشعر بالخطر ممكن انه يخسر المباراة في اي لحظة لذلك ايضا بدأ شنو يهاجم نوعا ما ففتح المباراة وما استغل الفريق العراقي في هذه المباراة هو كان مفتاح اللاعب اللاعب حسين علي اللي ادى مباراة مع اللاعب همان من ارواع ما يكون بحيث قدموا هذا الثنائي مباراة بالنسبة لهما نعتبرها مباراة مثالية قدروا انه يقدمون خلاصة مواعدهم ويقدمون الاضافة للفريق العراقي وقدر الفريق العراقي انه يفوز في هذه المباراة فعلا اداء راع يعني خصوصا الشرط الثاني يعني انطيت عنوان قوة الشخصية عودة الهوية الحقيقية للمنتخب العراقي بالتالي الهدف علي حسني يعني بعد اداء مميز من كلا اللاعبين همام وحسين علي بالتأكيد ساهم كثيرا سننتقل الى يعني اللقاء الاخير لمنتخبنا وهذا بالتأكيد هو نهاية يعني هذه المرحلة ودينا تقرير منفصل سنتابع هذا التقرير لنكمل الحوار عن المجموعة بشكل عام وعن اللقاء المنتخب اليمن ومن ثم ننتخل الى المحاور الاخرى مشاهدين طبعا اكمل منتخباء العراق والبحرين عقد الدور قبل النهائي للبطولة بعد فوز الاول على اليمن بثلاثة اهداف نظيفة وتعادل الثاني مع قطر بهدف لمثل في ختام الجولة الاخيرة من المجموعة الثانية في الجهة المقابلة نجح فريقاء سلطنة عمان والامارات بالتأخل الى الدور شبه النهائي للبطولة خلي انتابع ضمن منافسات المجموعة الاولى نجح فريقاء عمان والامارات بالتأخل الى الدور شبه النهائي من بطولة خليجي 23 وتصدر الفريق العماني المجموعة الاولى بعد تغلبه على السعودية بهدفين دون رد ليرتقي الى الصدارة برصيد ست نقاط بينما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند اربع نقاط وتراجع للمركز الثالث وانتهت مباراة الامارات والكويت بالتعادل السلبي ليرتفع رصيد الامارات الى خمس نقاط ويتأهل كثاني عن المجموعة في حين حصل الكويت على نقطته الاولى اما في المجموعة الثانية فقد حسم منتخباء العراق والبحرين تأهلهما للدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الثالث والعشرين ورفع المنتخب العراقي رصيده الى سبع نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بعدما انهل جولة الثالثة والاخيرة في مرحلة المجموعات بفوز كبير على نظيره اليمني بثلاثة مقابل لا شيء وجاءت الاهداف في الشوط الثاني عن طريق البديل الناجح علي حصني في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد استغلاله بنجاح لكرة ساقطة امام المرمى واضاف المدافع علي فائز هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والستين ومن هجمة عراقية منسقة اختتم البديل مهدي كامل اهداف العراق قبل النهاية بعشر دقائق ومن المقرر ان يلتقي المنتخب العراقي نظيره الاماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى في الدور قبل النهائي وفي الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة نفسها تعادل المنتخب البحريني مع نظيره القطري بهدف لهدف تقدم المنتخب القطري بهدف سجله حسن الهيدوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول وعادل اللاعب علي جعفر للبحرين في الدقيقة السابعة والخمسين ورفع المنتخب البحريني رصيده الى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني فيما توقف رصيد المنتخب القطري عند اربع نقاط في المركز الثالث ويواجه المنتخب البحريني نظيره العماني متصدر المجموعة الاولى في الدور قبل النهائي اهلا بك من جديد كابتن ثائر اختتم الفريق العراقي هذه المرحلة بفوز جيد على المنتخب اليمن يعني به به كثير من المعنويات به عودة الفريق به صدارة كل هذه متطلبات ضرورية لتكملة المشوار في بطولة من ناحية الفنية المعنوية الى اخره يعني بعد ان لعبة الفرق كلها مباراتيا اصبح واضح للفريق العراقي مدى قوة الفريق اليمنية كل الفرق انكشفت اوراقها فلذلك على الورق كان الفريق العراقي يعني نتيجة مع اليمن تقريبا محسومة الى حد كبير طيب فلذلك يعني ما واجه صعوبة تذكر مع الفريق اليمني بدليل رغم انه انتهى الشوط الأول بالتعادل لكنه الفريق العراقي كان قريب جدا نحو تحقيق الفوز في اي وقت لذلك الفريق اليمني قدم كل ما عنده خلال الشوط الأول من الناحية الدفاعية بحيث استهلك بدنيا وقدر الفريق العراقي بالشوط الثاني انه يسجل ثلاثة اهداف وكان ممكن انه يزيد نسبة الاهداف الى اكثر من ثلاثة اهداف ويحسم اللقاء فلذلك المباراة انا شوفه كانت بالنسبة انه تحصيل حاصل تحصيل حاصل او سهلة الى حد كبير اللي يعني مثل تواضع المنتخب اليمني في هذه البطولة كابتن مثل هكذا مباراة يعني على الوراق في المستطيل الاخضر يعني المنطق الواقع يقول بان النتيجة محسومة مثل هكذا مباراة هل من الاجدر مثلا على الجهاز الفني يعني تجربة عدد من اللاعبين اعطى فرصة لبعض المراكز ام انت تقول لا يعني التشكيلة انسجام التشكيلة استقرار على التشكيلة اهم لا هي طبعا المباراة حقيقة بعدها ما محسومة لكون انه انت ما زلت عندك اربع نقاط والفريق القطري ممكن انه يفاجئ الفريق الاخر اللي هو الفريق البحريني وممكن انه ثماتهم يصعدون وممكن انت تخرج خارج البطولة لذلك الاطمئنان على نتيجة المباراة ومن ثم شنو اللعب بالاوراق اللي تحت ايد المدرب لذلك بعد نتيجة المباراة اللي هي ممكن انه 2-0 كان ممكن على المدرب انه يسوي تبديلات ولذلك انه المباراة حسمت الى حد كبير لكنه في بداية المباراة تعرف كرة القدم ما تخضع للمنطق مرات تحصل بها المفاجئات لذلك خوفا من اي مفاجئة تحصل على المدرب انه يحسب حسابات دقيقة في مثليش مباراة وعليه ان يحسم مبكرا ومن ثم ممكن انه تجري التغييرات طيب جميل جدا ننتقل الى مباراتنا المهمة شبه النهائي امام منتخب كبير منتخب يعني اراه هناك تجانس هناك يعني ميكس بين الشباب واللاعبين المخضرامين او اللاعبين الخبرة اذا صح التعبير فريق متكامل حسابات حساباتنا حسابات المنتخب الاماراتي في هذه المواجهة مثل ما تعرف الساد بلال يعني حسابات المجموعات تختلف عن حسابات المباراة شبه النهائية طبعا لكون انه انت في المباراة الاولى تعثرت لكن قدرت انه ترجع من خلال المباراتين الاخرى اللي هي مباراة الينمن ومباراة قطر لكن هذه المباراة من الصعب عليك في انه يكون عندك اي خيار اخر سوى الفوز لانه واحد من الفريقين رح يصعد للمباراة النهائية لذلك الاخطاء محسوبة كل الامور يجب انه يعني تدقق بشكل جيد من قبل المدرب من قبل الكادر الفني ومن ثم الحسابات يجب ان تكون دقيقة في منذ الهيش مباراة لكون انه الفريق الاماراتي يختلف عن كل الفرق الاخرى من ناحية الاستقرار ومن ناحية انه فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي خصوصا عندهم صانع العاب يعني ذو كفاءة عالية اللعب عموري وعيدهم ايضا مهاجم قناص اللي هو اللاعب مبخوت علي مبخوت وكذلك هذه التشكيلة هي مستقرة منذ فترة طويلة وبدت بالتسلسل من فريق الشباب والاولمبي ومن ثم الوطني لذلك مجموعة متجانسة مجموعة لعبة لفترة طويلة ضمن المنتخبات واتدرجت بشكل جيد جدا لذلك هذا الفريق هو يعني انا شوفه يعني يختلف عن كل الفرق اللي لعبنا معاها فأتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفق المنتخب في هذه المباراة لانه يعني مباراة لا تقبل القسم على اثنين واحد من الفرقين راح يغادر البطولة فلذلك نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يوم الثلاثة يعني تعقيبا على كلامك عموري اصيبه في اللقاء الاخير للمنتخب الاماراتي امام الكويت ولكن تعافى هذا اللاعب هاي الموهبة الكبيرة صرح كابتن ثار عموري صرح ان منتخب الامارات سيظهر بشكل مغاير في مباراة امام العراق في نصف النهائي واكد ان وصول الامارات الى هذا الدول لم يأتي من فراغ اضاف هنا نقطة مهمة كابتن نعم لم نسجل الكثير من الاهداف لكننا كنا منظمين تكتيكيا في خط الدفاع نعم فعلا فريق الاماراتي من الفرق الجيدة اللي تلعب كرة قدم بيها انضباط تكتيكي بيها محاور بيها لاعبين قادرين انه يصنعون الفرصة بيها لاعبين قادرين انه يترجمون الفرص الى اهداف فهذا يعني شكل يعني صعوبة على الفرق الاخرى اللي تلعب مع الفريق الاماراتي لذلك مثل ما الكل يعرف هذه المباراة مباراة انا اعتبرها تقريبا نهائي مبكر بالنسبة للفريق العراقي والفريق الاماراتي من مطلوب للظهور بمستوى لائق امام المنتخب الاماراتي بدون شكل الكابتن باسم قاسم اكيد شاهد المنتخب الاماراتي وشاهد كل الخطوط شاهد مفاتيح اللعب مراكز القوة مراكز الضعف لذلك عليها انه يعمل بالدرجة الاساس انه يحجم هذه المناطق وخصوصا قلنا منطقة الوسط اللي تتمركز باللاعب عموري لانه من ينقطع الامداد بين عموري وبين مبخوت يروح تقريبا 50% من الخطورة لذلك هذه واحدة من الامور الحلول اللي يمكن انه يحلها الكابتن باسم اضافة الى هذا المراقبة الفردية اللي يجب ان تكون يعني قريبا لللاعبين بحيث ما ينطي فرصة انه الفريق الاماراتي يحضر لانه فريقي جيد التحضير خصوصا من الخلف ومن منطقة الوسط وهذا ما نطمح له ان شاء الله في المباراة بالتأكيد يعني مستمرين معك كابتن دعني اقرب بعض الاخبار ضمن اجواء البطولة ونكمل الحوار فيما بعد مشاهدين كرام مستمرين مع فقرة صدى ارياضة الان مع اخبار بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم طبعا هناك الجزء الكبير عن منتخبنا في هذه الاخبار اذ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم مؤخرا منع وفد المنتخب العراقي المشارك في بطولة الخليج 23 من التصريحات الاعلامية وقال عضو المكتب الاعلامي للاتحاد حسين الخرساني ان نائب رئيس الاتحاد ورئيس وفد المنتخب العراقي لبطولة الخليج العربي علي جبار قرر منع وفد المنتخب من الادلاء بتصريحات صحفية من جانب اخر ذكر الخرساني انه تقرر ان يرتدي المنتخب العراقي الزي الابيض الكامل في مباراة دور شبنية للبطولة امام نظيره الاماراتي اما بخصوص تألق لاعبين وكما ذكر الكابتن ثائر جسام قبل قليل فقد نجح لعب خط وسط منتخب العراق حسين عري البالغ من العمر 21 عاما في خطف الانظار خلال منافسات هذه البطولة بعد ان انتزع اكثر من مرة جائزة افضل لاعب في المباراة بابتياز فيما ذهبت الصحافة الخليجية الى منحه لقب مارادونا العراق بعد ان ساهم بشكل واضح في قيادة اسود الرافدين الى المربع الذهبي بالتأكيد مستعرضة دوره الكبير ومهاراته العالية التي اسهمت في تفوق سود الرافدين دعونا مشاهدين كرم نبقى مع اخبار لاعبين ايضا اكد معنا هنا لاعب المنتخب الوطني علي حصني ان تمثيل المنتخب شرف لأي لاعب سواء لعب اساسيا او احتياطيا فيما لفت الى ان العراق سيحصد بطولة كاس الخليج 23 في حال وصل المنتخب باللعب الى مستواه الحالي مستمرين معكم مشاهدين الكرام جمهورنا الرياضي الحبيب دعونا نتابع مجموعة اخرى من الاخبار الرياضية المنوعة لبطولة خليجي 23 نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص خليكم ويانا اكد مشرف منتخب الامارات لكرة القدم عبدالله صالح جاهزية نجم المنتخب الاماراتي عمر عبدالرحمن الملقب بعموري لخوض مباراة نصف نهاء البطولة امام منتخبنا الوطني بعد شفائه من اصابة في مباراة الامارات والكويت فيما صرح عموري ان منتخب بلاده الامارات سيظهر بشكل مغاير في مباراته امام العراق في نصف النهائي واكد ان وصول الامارات الى هذا الدور لم يأتي من فراغ واضاف نعم لم نسجل الكثير من الاهداف ولكننا كنا منظمين تكتيكيا في خط الدفاع والجماهر العراقية تستعد لحضور مباراة المنتخب امام نظيره الاماراتي في نصف نهاء كيس الخليج بعدما تمت الموافقة لها لاستلام طلبات التسجيل وتواجد في الكويت خلف اسود الرافدين والمدرب المساعد المتخب العراق شاكر محمود يشير الى ان اللاعبين جاهزين لخفض المباراة امام الامارات وقال ان الجميع يعلم ان الفريق قادم لخطف اللقب وبين محمود ان الفريق سيجري التدريبات الاخيرة بوحدة خفيفة للذين شاركوا في اللقاء ووحدة تدريبية لمن لم يلعب اللقاء وضمن تصريحات اسود الرافدين اكد امجد عطوان لاعب وسط العراق ان المنتخب استحق تصدر مجموعته في خليج 23 واضاف ان المستويات التي قدمها المنتخب في مبارايته الثلاث الماضية تؤهله بكل احقية الى تصدر مجموعته في البطولة وبعد تعرضه خلال مباراة اليمن الى اصابة اعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي عن جاهزية مدافع الفريق علي فائز لمباراة نصف نهاء الخليج 23 امام الامارات بعدما اكد الجهاز الطبي للمنتخب شفاءه وامكانية مشاركته في اللقاء نعود مرة اخرى للكابتن القدير ثار جسام بصراحة متفائل يعني بلقانه امام الامارات والله على ضوء المباراتين الاخيرة مباراتنا مع قطر ومباراتنا مع اليمن اكيد متفائل ان شاء الله لانه اللاعبين الان في وضع نفسي عالي واكيد متحمسين للقب هذه البطولة اللي غاب عن العراق لفترة طويلة وانا اشوف مجموعة اللاعبين هذه جديرة انه ان شاء الله بتحقيق هذا الانجال ان شاء الله طبعا ننضم صوتنا لصوتك وان شاء الله يعني يظهر منتخبنا بمستوى لائق انت تعلم يعني الكل يعني حضرتك كرياضي وانا كاعلامي الشارع الرياضي الكل متعطش خصوصا اخفاقنا في الفترة الاخيرة في التصفيات بعدنا كثيرا عن هاي البطولة متعطشين لفرحة متعطشين لانجاز لنتيجة طيبة يعني تعيد الكرة هيبتها طبعا نبدو نشكل للشارع يعني العراق بشكل عام هو يعني يحب الرياضة وامتابع للرياضة وخصوصا يعني كرة القدم لذلك بطولة الخليج شكل انه مفد محطة وفد هدف يعني من خلاله اذا ما تحقق اكيد رح يسعد هذا الشارع اللي غابت عنه مثل ما تعرف بطولة الخليج لفترة طويلة يعني كنا نتأمل انه بطولة تصفيات كأس العالم تشكل نقلة نوعية للرياضة العراقية لكنه يعني ما تحقق هذا الشيء مع الاسف لذلك الهدف الآن هو بطولة الخليج كأقرب فرصة للفريق العراقي انه يحققها وهذا اكيد يعني مو صعب عليهم لانه بقي لهم مباراتين هي المبارات الآن اعتبرها الاساس هي هذه المبارات مباراتنا مع الامارات اذا ما تحقق الانجاز او الفوز ان شاء الله رح ينطيهم حافز ودافع كبير لمبارات النهائية ومثل ما تعرف يعني خطوة خطوة خلنخطي هذه الخطوة ان شاء الله نحوه النهائي ومن ثم النهائي رح يكون اسهل بكثير من هذه المبارات هي ان شاء الله مهمة لكن غير صعبة ان شاء الله على شغرا فيك لا بدون شكل غير صعبة لكنه مثل ما تعرف كل مباراة لها ظروفها كل مباراة للاعبها نتمنى التوفيق لهم نتمنى التركيز في مثل هذه المباراة لانهم الفرصة محسوبة بالنسبة اللاعبين واذا رح يصنعون الفارق فهم ان شاء الله اللاعبين اثنين اللي اتوقع لهم يعني ان شاء الله يعني مستقبل عالي جدا لاعب حسين واللاعب كذلك همام ايضا كان متميز بمباراة الاخيرة لكن اللاعب حسين اتوقع لبعض مبارات الخليج رح يحترف ان شاء الله قدم اداء علي عجبني قبل ما يعني اسألك سؤال الاخير عجبني علي حسني يعني رغم يعني شراكة بديلا لكن مهما وساهم كثيرا في تغيير نتيجة اسعدني كثيرا كشبه يدخل الى الجزاء منطقة البوكس وبالتالي يعني احرزنا هدفيا في مباراتين كلش مهمة يعني حتى المنتخب اليمن يعني من دخل البوكس احرزنا هدف مع قطر احرز هدف هل هي استاذ بلال الان ماكو لاعب يمين ولاعب يسار يعني في كل العالم او حتى بديل يعني يعني انت من تستعرض اللاعبين على المستوى العالم ناخذ مثلا لاعب محمد صلاح لاعب محمد صلاح مايلعب رأس حربة في ليفر بول يلعب على طرف اليمين لكنه الشاهد الان هو هداف الدور الانجليزي هذا ماين تجي تجي من دخوله الى العمق لانه الهدف وين صاير هو صاير في عمق الملعب فكل ما تقربت على الهدف كل ما صارت لك فرصة انه تسجل كل ما بتعدت عن الهدف كل ما راحت الفرصة منك لذلك ما في بالعالم بعد طرف يمين والطرف يسار اللاعب من يمتلك الكرة او الفريق من يمتلك الكرة الكل تكون احرار بالاستلام كابتن حتى بعض المهاجمين مهما كانت خطورتهم مهما كانت مهاراتهم احيانا يلاقون ضغطا ومراقبة شديدة بالتالي يجب ان تكون هناك حلول اخرى الاشباه يجب ان تدخل لربما المهاجم يأخذ المدافعين معه فييفسح المجال والمساحات الآن الفريق العراقي منه اللي يدي يسوي الفرق اللي يدي يسوي الفرق اللاعب حسين علي ليش هذا اللاعب يمتلك من المهارة والقدرة على اختراق الشيء الكثير لذلك يدي يفرق لاعبين يعني ممكن يراوغ لاعب للأمام انا احب هذا اللاعب ليش لانه يراوغ للأمام حلول فردية نعم المراوغة للأمام هي اللي تصنع الفارق ليش لانه انت كسرت الدفاعات بالنسبة للخصوم لذلك الخرق من يصير تصرت الوسافة للهدف بالضبط لان مراتي شوفه دريبل زاد مراوغة وصل للدفاع فهذا يشكل شنو يشكل عبع على الخصم لكنه اللعب العرض واللعب السلبي للخلف هذا عقيم فعلا ما يشكل خطورة على الفرق الأخرى لذلك اللاعب علي حسني ايضا يمتلك بمهارة عالية اللاعب هذا اللي يكون نفتقده احنا سابقا فأتمنى انه ان شاء الله يتوفقون هؤلاء اللاعب بيدن اللاعب ليس بالجديد هو لكن مكانية كبيرة ان شاء الله أتمنى لكل سود الرافدين ومفقية بالتأكيد كابتن لك مني خالص الود الحب الاحترام التقدير والاعتزاز لإسمك وتاريخك وليوجودك أيضا معي في صدق الرياضة أتمنى لك يا ربي أشوفك في على المراكز والمناصب والمهام التي تليق بإسمك وتاريخك أريد كلمة أخيرة طبعا شكر وتقديري لحضرتك ولبرنامجك هذا المتابع وبالأخير الحقيقة الكل متفائل والكل طموح أنه يشوف منتخبنا إن شاء الله في المباراة النهائية ويحرز بطوة الخليج كما عودنا سابقا وأحرزها ثلاث مرات تكون إن شاء الله هذه المرة الرابعة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله الرابعة مثل ما قال الكابتنا القدير ثار جسام إن شاء الله سود الرافدين يزفون نفات فرحة كبيرة للشعب العراقي الشعب الجريح إن شاء الله يحتفل في هذا الفوز وإن شاء الله نتمنى من كل أخواننا أحبتنا شعبنا يبتعدون عن الاحتفال إطلاق العيارات النارية نبتعد عن هذه المواضيع اللي ما يعني تعكسنا إلا الحالات السلبية تعكسنا الحزن عندما يصيب شيخ يصيب تصيب أمرأة طفل بالتالي الفرحة تنقلب إلى حزن وذكاء وألم إن شاء الله تبقى الأفراح يعني مليئة على كل الشعب العراقي وإن شاء الله يحققون نتيجة طيبة مشاهدينك أنا معي في ستوديو صدى الرياضة الكابتن ثائر جسام أحد العلامات البارزة وأحد الأسماء المعروفة في تاريخ كرة القدم العراقية وأيضا العربية شكرا جزيلا له في الختام تقبلوا تحيات أسرة الصدى الرياضة أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع هذه تحياتي بلا البداع مع السلامة